اشتركوا في القناة اعني من حيث انظمة الحكم ترمز الى الحكم الديكتاتوري او الفردي المطلق نرى الان ايضا صورة اخرى صورة رجل برلماني يتحدث معبرا عن طموح مواطنيه والسؤال نفسه بما تذكرك هذه الصورة من حيث انظمة الحكم تذكرنا بالحكم الجماعي اذا موضوع درسنا لهذا اليوم هو انظمة الحكم الحكم الفردي والحكم الجماعي نأخذ هذا الدرس على شكل مقال فلسفي نص المقال ما الفرق بين الحكم الفردي والحكم الجماعي طرح المشكلة او المقدمة يحتل مفهوم السلطة الصدارة في الصراعات السياسية وكذا في الفكر الفلسفي والسياسي نظرا لما لها من اهمية كبرى في تحديد مصير الشعوب ولقد اخذت السلطة السياسية منذ بروزها في المجتمعات الاولى اشكالا مختلفة تجلت فيما يسمى بانظمة الحكم الحكم الفردي والحكم الجماعي والاشكال المطروح فما الذي يميز احدهما عن الاخر وما طبيعة العلاقة القائمة بينهما نأتي الان الى اوجه الاختلاف في مرحلة العرض او محاولة حل المشكلة والسؤال الذي نستهل به هذه المرحلة هل مصدر السلطة في الحكمين الفردي والجماعي واحد لا ليس واحدا ففي الحكم الجماعي مصدر السلطة هو الشعب اما في الحكم الفردي فتستمد السلطة من مصدر اعلى من الشعب او من خلال القوة مصدر السلطة اذا في الحكم الجماعي الديمقراطي او الشوري هو الشعب اما الحكم الفردي ممثلا في الدكتاتورية مثلا او الملكية المطلقة يستمد الحاكم سلطته من مصدر اعلى من الشعب او من خلال القوة ولنا ان نتساءل هنا ما معنى ان تكون السلطة مستمدة من مصدر اعلى من الشعب كالدعاء الالوهية مثلا الدكتاتورية كمصدر اعلى من الشعب مثاله الدعاء الالوهية كما ذكرت كفرعون مصر مثلا وقد حدثنا القرآن عن فرعون مصر وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري سورة القصص الاية 38 وكذا الثيوقراطية مصدر السلطة هنا اعلى من الشعب وهو ما كان سائدا في القرون الوسطى لدى النصارى حيث يعتبرنا السلطان الثيوقراطيا او من خلال نظرية التفويد الالهي اذا السلطان الالهي او الثيوقراطية حيث يتحكم الحاكم هنا في رقاب الشعب من خلال نظرية التفويد اي انه مفوض له من الله مصدر السلطة في النظام الديكتاتوري القوة تستخدم هذه القوة في الانظمة الحديثة القوة العسكرية المسيطرة والارهاب البوليسي والدعاية المغرضة ومن اشهر هذه الانظمة الحديثة ما عرف بالشيوعية الروسية ستالين مثلا والفاشية الايطالية بنيتو موسوليني والنازية الالمانية مع اودولف هتلر ضمن الحكم الفردي الملكية المطلقة من خلال الوراثة فالأسرة المالكة ترى نفسها اولى بتولي السلطة من غيرها لانتمائها التاريخي الى سلالة معينة ومن الامثلة التي توضح نظرة هؤلاء الحكام الى الرعية وانها لا تملك غير الطاعة ما قاله ملك فرنسا الويس الرابع عشر الدولة هي انا لطا سيموا ننتقل الى فرق اخر ضمن اوجه الاختلاف الحرية قيام الحكم الجماعي الديموقراطي او الشوري على الحرية كادات للابداع والتطور حرية التعبير والمعتقد حرية الصحافة تعدد الاحزاب والمنافسة السياسية وبالتالي السماح بفكرة التداول على السلطة السؤال اذا كان هذا شأن الحرية في الحكم الجماعي فكيف هي في الحكم الفردي يا ترى الحكم الفردي على النقيد من ذلك فهو يصادر جميع الحريات ويقوم على الانفراد بالحكم بالفعل الحكم الفردي ممثلا في الدكتاتورية والملكية المطلقة يصادر جميع الحريات حيث تنعدم فيه حرية الرأي والفكر وهو قائم على اساس الاستبداد والانفراد بالحكم ننتقل الى ننتقل الى وجه اخر من اوجه الاختلاف انه الفصل بين السلطات فالحكم فالحكم الجماعي او التشريعية او التنفيذية من بين من بين الفروق ايضا يتفرع الحكم الفردي الى الدكتاتورية والملكية المطلقة في حين ان الحكم الجماعي يتفرع الى الحكم الديمقراطي والشوري الحكم الديمقراطي مشتق من لفظ ديموس كراتوس او حكم الشعب او سلطة الشعب فهو الحكم الذي يتولى فيه الشعب تقرير مصيره بنفسه من خلال ممثليه في البرلمان مثلا والحكم الديمقراطي يتفرع ذاته الى الديمقراطية السياسية الليبرالية والديمقراطية الاجتماعية الاشتراكية اما الحكم الشوري فيوكل الشعب من ينوب عنه في حق تقرير مصيره عن طريق مبدأ الشورى والاختيار او ما يسمى بالبيعة وقد اعرفها الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية انها البيعة عقد مراضات واختيار لا يدخله اكراه ولا اجبار عقد بين الامة والحاكم بالتزامات معينة يقول والامام هو واحد من افراد الامة غير معصوم من الخطأ كما تدعي الشيعة للامة حق مراقبته ومحاسبته فهي من ورائه في تسديده وتقويمه واذكاره وتنبيهه واخذ الحق منه فرق اخر بين الحكمين دائما الفردي والجماعي فيما يخص المؤيدين نجد توماس هوبز الفيلسوف الانجليزي ذا النزعة الالية المادية يبرر النظام الفردي المطلق القائم على القوة من منظور فلسفي اديرى ان البشرية تمرت بمرحلتين مرحلة المجتمع الطبيعي الذي كان الناس فيه يكيد بعضهم لبعض حسب هوبز انطلاقا من مسلمة سيكولوجية تقول بالطبيعة الشريرة للانسان هذا الوضع المزري حمل الناس ان يتعاقد مع حاكم قوي مرهوب الجانب موفور الكرامة مقابل ان ينشر الامن والاستقرار بينهم وهكذا انتقلت البشرية الى المجتمع السياسي او الدولة بالتعبير المعاصر وهو الرأي نفسه الذي قال به الفيلسوف الايطالي ميكيافلي الاول تحدث اي هوبز عن هذا في كتابه التنين الذي يشير به الى الدولة هو التنين الجبار كما يحل له ان يسميه دا بيغ ليفيتان وميكيافلي من خلال كتابه الامير مثلا وكذا ماكس فيبر التعد القوة عنده الوسيلة المثلة لقيام الدولة ولذلك ينظر الى الدولة ماكس فيبر وفي هذا النظام الفردي المطلق عموما كغاية في حد ذاتها لا تعلوها غاية اذ الهدف هو ضمان استقرار الدولة واستتباب الامن السؤال الان من يعطيني احد انصار الحكم الجماعي الديمقراطي تحديدا جون جاكروسو مثلا احسنت فعلا فالحكم الجماعي نعم من ابرز مؤيديه تحديدا النظام الديمقراطي جون جاكروسو الفيلوسوف الفرنسي فالسيد الحقيقي عنده هو الشعب وبالتالي فالسلطة التنفيذية حكومة كانت او دولة ليست غاية الغايات بل وسيلة لحماية كرامة وحقوق المواطن لان يقول روسوب حرفيا الذين توكل لهم السلطة التنفيذية ليسوا اسيادا للشعب انما موظفوه وبوسع الشعب رفعهم او خلعهم عندما يرغبوا في ذلك هذا ما ورد في الكتاب المدرسي اشكاليات فلسفية السنة الثالثة اداب وفلسفة الصفحة السادسة والتسعين بعد المئة هذا فيما يتعلق بمواطن الاختلاف مواطن الاتفاق يعتبر كل من الحكم الفردي والجماعي نظاما سياسيا يحتاج اليه الانسان في تنظيم شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية اي كل منهما نظام حكم في الحكم الجماعي وهذا وجه من اوجه التشابه اساس السلطة هو الشعب يمنحه للحاكم عن طريق الانتخاب وحتى في نظام الحكم الفردي قد ينتخب الحاكم ولو سوريا اي عدم نزهة الانتخاب فالحاكم يفرد على الشعب كما يحدث في الانظمة الاستبدادية مثال ذلك الحاكم الذي ينتخب عدة مرات بنسبة قبول عالية جدا وجه اخر من اوجه التشابه غاية الحكم الجماعي تحقيق الاستقرار والتطور وهو ما يتحقق في ظل نظام الحكم الفردي عندما يكون الفرد الحاكم عادلا يعمل لصالح الشعب كما هو الحال في بعض الدول ذات الحكم الملكي مواطن التداخل كل منهما يستند اليه في ممارسة العمل السياسي داخل الدولة فلا يمكن تسير اي دولة دون وجود نظام سياسي مهما كان نوعه لقد كان نظام الحكم الفردي احد اقدم اشكال السلطة وكان مرحلة لا بد منها لقيام الديمقراطية التي نشأت على انقاض الحكم الفردي مثال ذلك الاباطرة من امثال لويس الرابع عشر كانت ممارساتهم اذا سببا في قيام الديمقراطية كما ان العبرة ليست بشكل الحكم فرديا كان او جماعيا وانما العبرة بالنتائج المحققة اذ لا يلزم عن الحكم الفرد بالضرورة طغيان فكم من حكم فردي ملأ الارض صلاحا وعدلا ولهذا تحدث القدامى عن المستبد العادل والمستبد المستنير وكم من حكم جماعي يتزي بزي الديمقراطية وهو ابعد ما يكون عن روح الديمقراطية السؤال المطروح الان هل من ملخص يجمع لنا ما يمكن ان يقال في حل المشكلة رغم وجود علاقة ما تربطهما الا ان الحكمين الفردي والجماعي مختلفان الى حد التناقض اجل نقول في حل المشكلة رغم وجود علاقة سببية تربط احدهم بالاخر اذ ممارسات الحكم الفردي بمثابة المناخ الملائم والارضية التي هيأت لظهور الديمقراطية ولكن هذا لا ينفي الفرق الشاسع والتناقض الصارخ بين الحكمين الفردي والجماعي الى هنا نكون قد انهينا هذا الدرس موعدنا بكم في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة